بس أنا بستفز بسرعة والله العظيم وأنا في المدرسة مشكلتي أنا كابل لك محاجش يستفزها فأنا حاسة بمشكلة الولد ده لوصلته للحالة النفسية دي يعني أنا شايفة أن القصة دي كلها هو عملها عشان يبقى عنده أتنشن أنا حاسة بيه جدا يعني أنا موصلتش للدرجة دي لأن أنا كنت سعاد بفتيري وبعدك يا رجع أقول سوري فعرف ده لو كان خات حقه شوية ما كناش نوصل للدرجة دي يعني إيه صحاب يرموني في النيل ويجي ليرتجاك في المخ يعني ممكن يكون ده نوع من الهزار زي ما أنت قلتي وهما كانوا بيهزاره معه أنا شفت الهزار دي مع الناس كتير فحصل فعلا وممكن يكون هو برضو من ضمن القصة اللي هو عاملها خدي بالك هو باين في القصة قوي أنه هو كان ضحية جدا وبعدين قرر يتحاول لبطل ففي الأول هو بيتنمروا عليه وبيهزأوه بيرموه في النيل وبتاع وبعدين قرر أنه يبقى بطل مغوار وأنه هو يقفل ويبدب وأنه يقفل مواقعه هو عايز يبقى بطل في خياله طبعا ولو نفسه يبقى بطل بجد دي حرام هو عايز يبقى بطل ممكن طبعا يكون بطل في خياله وممكن يكون لو هو كلامه صادق فممكن يكون بطل في الحقيقة وإن كنت أشك أنه هو بطل في الحقيقة وأعتقد أنه هو زي ما أنت بتقولي كده هي بطولة خيالية لأنه هو طول الوقت عايش في دور الضحية فقرر أنه يبقى بطل وعشان كده قرر يبعث رسالة دي لأنه لو حد بيعمل كده وعمره ما يبعث رسالة زي دي أنا متعاطفة جدا أنا حاسة لأنه دكتور هو إحنا ليه الجيل بتاعنا ده بقى مليان أمراض نفسية أكتر ولا عشان السوشيال ميديا ما احترامي لنا كلنا ده مش السوشيال ميديا بس ده عامل من العوامل بس خذي بالك لا أنا قصدي عشان السوشيال ميديا احنا مش بقينا مرضى نفسين بتفاوت زي ما أنت كنت تقول وإنا أحترم كلمتك جدا إحنا كلنا عندنا يعني مرضى نفسين بس بنسب لا أنا مش بكلم عشان السوشيال ميديا احنا بقينا كده لا بكلم إن السوشيال ميديا وضحت لنا ده كله لأن العالم بقى قد كده دا دا صح دا بجات بقى فيه فوكس برافو عليك بقى فيه فوكس على الأمراض النفسية أكتر والناس تاخد بالها بس مش ده بس على فكرة فعلا السوشيال ميديا نفسها زودة الأمراض النفسية لأنه كل ما بنبص على مشاكل الناس بتزيد مشاكلنا بالمناسبة يعني الحاجة الثانية وسائل التواصل بشكل عام وإنه اللي يفتح اللايف ويقعد ويكلم الناس عن حياته الشخصية عارفة زمان لما كنا بنبذل مجهود بدني يعني لما الموظف كان بيبذل مجهود بدني في أن يركب الأوتوبيس ويروح للشغل ويقعد في الحرة ويروح لبيت تعبان كانت الأمراض النفسية يقلب كتير لأنه كان أغلب الطاقة اللي عنده بيطلحها في المجهود البدني دلوقتي هو بيركب تكييف ويوصل للشغل ويقعد في تكييف يفتح الموبايل يطلع لعيب أو يتفرج على العالم الحوالي مش بس كده ما فيش مجهود بدني بس فيه مجهود ذهني كل ما يزيد المجهود الزهني كل ما يزيد الأمراض النفسية طب إزاي المجهود الزهني ده أنت متخيلة؟ أكبر أكبر عدوه للإنسان وأكبر عامل في زيادة الأمراض النفسية نفسه؟ هو آه هو والله العظيم بالزبط يعني ده الدعوة اللي كان بيقولك زمان ربنا يكفيك شر نفسك يابني التفكير الزايد ده بجد ربنا يكفيك شر نفسك يابني أيوة التفكير الزايد التفكير الزايد ده أكتر حاجة ممكن تدخل في أمراض نفسية إن أنا طول الوقت دماغي شغالة ترجمة نانسي قنقر